بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنوان هذا الموضوع هو كيفية تعلم علم الصحافة من القرآن الكريم فجهزت هنا بهدى من الله عز وجل مخطط دفقي يبين أخواني أخواتي كيفية تعلم أفضل طريقة لتوصيل المعلومة للناس من التفكر في كيف الله عز وجل أنزل القرآن وكيف وصله للناس فلنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا تفكرنا في القرآن الكريم نجد بأن سورة الفاتحة تحتوي على جميع مواضيع القرآن الكريم فأخذنا هنا مثال بسم الله الرحمن الرحيم نلاحظ بأن هنا الله عز وجل يلفت نظرنا لأهم موضوع في القرآن الكريم وهو الله الخالق ومن ثم صفات المولى عز وجل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بأن الله عز وجل هنا موضوع الوحدانية بأن الله هو لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صفة الرحمة وكيف أن كل هذا الخالق مبني على الرحمة يعني القرآن الكريم سيتحدث عن الله عن الخالق عن صفاته عن وحدانية مالك يوم الدين أي أن القرآن الكريم سيتحدث عن يوم القيامة إياك نعبد وإياك نستعين كيف نعبد الله عز وجل كيف ندعوه إهدنا الصلاة المستقيم سيتحدث القرآن عن طريقة الله عز وجل وطريقة المثلأ للهداية الصلاة الذين نعمت عليهم يعني ما هي الطريقة الصحيحة للنجاة في هذه الحياة والآخرة غير المغضوب عليهم يعني القرآن الكريم سيتحدث عن الطريقة التي إذا اتبعها الناس سيجلب غضب الله عليهم ولا الضالين أي أن القرآن الكريم سيتحدث عن كيف أن الناس ضلوا وكيف طريق الهداية فإذا نلاحظ كيف أن أول سورة في القرآن الكريم تحدث عن جميع مواضيع القرآن الكريم فنتعلم من هذا هنا الاستنتاج إذن يعلمنا الله عز وجل أن نبدأ أي مقالة أو كتاب بذكر المواضيع التي تضمنها الكتاب بتوجيه القارئ المواضيع التي تستطرح هذه أول شيء نتعلمه من القرآن الكريم في موضوع علم الصحافة وكيفية توصيل معلومة للناس الشيء الثاني نلاحظ إخواني إخواتي استخدام الله عز وجل لأقل كلمات في توصيل المعلومة جوامع الكلم مثال الله عز وجل يقول في القرآن الكريم من شر الوسواس الخناس هنا الله عز وجل يعلمنا عن الشيطان وتأثيره على الإنسان في كلمات قليلة من شر الوسواس الخناس هذا من شأنه التالي إذن يعلمنا الله عز وجل بأن نستخدم أقل عدد من الكلمات في توصيل المعلومة وهذا له الفوائد التالية عدم الملل للقارئ التحبيب بالكتاب عن طريق أن نفس العبارة كل ما تقرأ يستمتج منها علم جديد في ظل الإنسان دائم رجوعي للكتاب فإذن استخدام في علم الصحافة استخدام أقل الكلمات لتوصيل المعلومة الآن موضوع آخر نلاحظ أن في القرآن الكريم كل موضوع يبدأ بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم ما هو فوائد هذا الشيء في علم الصحافة وتوصيل المعلومة للناس هذا الأسوبي يؤدي إلى التالي ترقيق قلب القارئ للموضوع الذي سيعرض بداية الموضوع بإبراز أهمية وتأثيره على القارئ إذن يعلمنا الله عجل أن نبدأ أي موضوع بعبارة تبين حرص المؤلف على مصلحة القارئ وإبراز التأثير المرجو من الموضوع كل هذه أخواني أخواتي أسس نتعلمها من القرآن الكريم في علم الصحافة كيف تكتب مقالة أو تعمل فيديو أو تحضر محاضرة ما هي الأسس يعني لتكون ناجح هذا الموضوع أيضا إذا تفكرنا في القرآن الكريم نجد بأن اللاعج اللي يستخدم أسوب عرض نفس المعلومة بثلاثة طرق يعني اللاعج اللي يعرض نفس المعلومة بثلاثة أساليب وهي أولا أسوب الرقة بأن يخاطب الله عزل الإنسان رقيق القلب بعبارات مثل إن ذلك من عزم الأمور إن الله يحب المحسنين رضي الله عنهم ورضوا عنه ثانيا الله يستخدم أسلوب متوسط القوة بأن يخاطب الله عزل الإنسان الذي لديه شيء من قصابة القلب بعبارات مثل فبشره بعذاب أليم عذاب مهين ثالثا الله يستخدم أسلوب فيه قوة بأن يخاطب الله عزل الإنسان قاص القلب مثل كل ما ضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الاستخدام ثلاثة أساليب في توصيل نفس المعلومة هذا له الفوعد التالية إذا كان الموضوع كله في قوة فذلك ممكن لدي المفور رقيق القلب منه إذا كان الموضوع كله رقيق فإن ذلك من ممكن أن لا يؤثر في قاس القلب فأعلمنا الله عزل أن نعرف الجمهور الذي سيارد له الموضوع وتنويع طريق التوصيل المعلومة باستخدام أسلوب الرقة والقوة فنلاحظ معرفة الله عزل بعباده وأن فيهم رقيق وقاس القلب ولذلك يستخدم الله عزل ثلاثة أساليب في عضل معلومة شيء آخر نتعلم من القرآن الكريم بأنه يحتوي كتاب الله عزل على جميع فروع المعرفة من فيزياء كيمياء هندسة معاملات حبادات وغيرها وهذا التصديق أن قول الله عزل القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحجرون راجع يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء أن رأي أن القرآن الكريم يحتوي على علم كل شيء فوائد هذا هو التالي يعلم الله عزل بأن عباده يختلفون في اهتماماتهم يختلفون في اهتماماتهم فمنهم من يهتم بالفيزياء ومنهم بالهندسة ولذلك لجذبهم إلى كتابه فإن الله عزل وضع فيه جميع المواضيع إن الله عزل يريد الهداية لعباده وأن يرجع إلى كتابه فإذن يعلمنا الله عزل أنه في كتابة أي مقالة أو كتاب يجب أن تضع المواضيع التي تجذب القارئ بحيث يكون في محوى الاهتمامه أيضا نتعلم القرآن الكريم استخدام الله عزل الأمثلة لتوصيل وترسيخ المعلومة فمثلا يقول الله عزل القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إذن رأيته خاشع متصدع من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون استخدام الأمثلة إذن يعلمنا الله عزل أن نربط المعلومة بأمثلة لتوصيل وترسيخ وتفهيم المعلومة للقارئ فالأمثلة هي من أفضل الطرق لتوصيل المعلومة للبشر أيضا نتعلم القرآن الكريم توصيل المعلومة بطريقة مباشرة فالله عزل يقول مثلا قل هو الله أحد إن الله واحد من أحد مباشرة طريقة مباشرة إذن يعلمنا الله عزل الجلس بأن لا نضيع القارئ في دوامة من الكلام المبهم وتشويشه بالتباع أسطوب غير مباشر يجب أن نكون مباشرين في توصيل المعلومة فنلاحظ إخواني إخواتي كل هذه عبارة أسس تعلمناها من القرآن الكريم في علم الصحافة وكيفية توصيل المعلومات للبشر فنراحل سبحان الله عظيم كيف نتفكر في القرآن الكريم يعلمنا أسس في تعلم علم الصحافة وتبصيل معلومة للناس أفضل من أي شيئ تتعلمه في أي جامع على الأرض ولمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رجاء التفضل بزاعة موقع شوك الإنترنت www.qurán-merical.com يمكن التواصل مع الطريقة بريد الإلكتروني z-qurán-gmail.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر